رئيس عمد فتح السيسي وصل نيويورك عشان الدورة الثمانية وتمانين للجمعية العامة لأمم المتحدة طبعا استقبال كبير من المصريين وأنا عايز أقول لحضراتكم أن إحنا البلد يعني من بلاد مميزة جدا في هذا الأمر يعني أنا رحت الرئيس أظن راح خمس مرات أنا رحت منهم مرتين في المرتين كان بيبقى فيه ناس كتير وقفة تستنى الرئيس وأنا عارف طبعا أغلب الناس اللي هتبقى دلوقتي بتسمعني هتقول لي أيوة طبعا بيجبوهم وبيعملوهم قول زي ما أنت عايز أنا شفت أنا شفت فيه ناس بتبقى جاية من كندا فيه ناس جاية من ولايات بعيدة جاية من سان فرانسيسكو من ناحية التانية من المحيط وجاية بس هجماعة المصري اللي بره ده بيحب يشم ريحة بلده المصري اللي بره ده بيحب بياخد عياله ولهم الرئيسة هو بلدنا ايه احنا موجودين المصريين مش من الشعوب اللي هو يخرج من بلده ويرد الباب ويمشي المصري مش كده المصري طب روح انت نيويورك روح لندن روح دبي روح أي حتة أول ما تدخل يقول لي ما تيقلك ملوخية ملوخية ايه عام ملوخية عامنا جاي من مصر مبارح المصريين بيبقوا عايشين في البلاد اللي هم فيها دي بيحبوا بلدهم ويحبوا يتابع أخبارها ويحبوا يتطمنوا عليها اللي وقفين دول فعلا كانوا مستنيين بس عم فتح سيسي عدي قدامهم ويشور لهم وده اللي حصل فعلا فتح الإزاز رغم انه ده ممنوع في نيويورك خالص في اليامدي على فكرة اليامدي نيويورك تبقى وقفة مقفولة ضبة ومفتاح مقفولة مقفولة يعني ما بتتحركش لأنه إجراءات أمنية فضيعة في عدد كبير من الرؤساء بيبقوا موجدين